إذن متابعين الكرام في هذا الخبر المهم والذي كان متوقعاً صراحةً وزير الخارجي السابق للحضيرة الجزائر رمطان العمامرة يتم سحب جواز صفره الدبلوماسي ومنعه من مغادرة الحضيرة حضيرة الجزائر بسبب الصراع اللي كان ما بين الأجنحة للحكم داخل الجزائر وأيضاً السبب الرئيسي الذي من خلاله تمت إقالة رمطان العمامرة وهو الترفيق والهزائم المتكررة التي مني بها أمام الدبلوماسية المغربية وكما أقول دائماً المتابعين الكرام فإن جميع المناصب الحساسة في حضيرة الجزائر يتحكم فيها المغرب إن كانت بطرق غير مباشرة فكما تعلم المتابعين الكرام منذ أن تولى وزير الخارجي المغربي ناصر برريطة وزارة الخارجية في المملكة المغربية الشريفة توالى على حضيرة الجزائر أربع أو خمسة وزارة خارجية كلهم منيوا بهزائم تلوى الهزائم أمام وزير الخارجي المغربي ناصر برريطة وأمام الدبلوماسية المغربية بصفة عامة فرمطان العمامر الآن المتابعين الكرام حسب الأنباء تقول على أن نظام الحضيرة قد سحب جواز صفر ديالو ومنعه من مغادرة الحضيرة هذه المسألة كدخلوا فيها عامين كما ذكرت العامل الأول هو صراع الأجنحة داخل حضيرة الجزائر لأن كانت هناك أنباء تقول على أن رمطان يريد التلاشح للرئاسة وأيضا طبعا بحركم كتعرفوا أن الدمية الرئاسية التي تكون في حضيرات الجزائر القرار ديالها يأتي من الجيش الجيش ديال حضيرات الجزائر وبالتالي الجيش هو أصلا منقسم وفي صراع فيما بينه على من سوف يتولى الرئاسة وبالتالي تأتي هذه الخطوة في هذا السياق لكن ما يعجبني هنا متابعين الكرام وهو أن جميع من كان يطب لهم البصبعي المخلوق الفقروري الكرغولي الجزائري لكان منذ أن تولى رمطان العمامرة أو أثناء توليه وزارة الخارجية بدأوا في التطبيل له ويقولون على أنه سوف يحقق إنجازة ديبلوماسية ومجموعة من الهراء والكلام الفارغ فرمطان العمامرة تلقى الصفعات مثله مثله يعني بوقدوس مثله مثله يعني كل الوزراء السابقين ديال الخارجية في حضرات الجزائر لكلوا العصاء أمام الدبلوماسية المغربية ثم تم طردهم وإقالتهم كلي فيهم لدخل الحبس كلي فيهم لخرج كلي فيهم مثل مصير ديال رمطان العمامرة سحبوا منه الجواز السفر ومنعوه من المغادرة فخلاصة القول المتابعين الكرام وهو أن جميع الوزراء وجميع المناصب الحساسة في حضرات الجزائر سوف تتلقى الهزائم المتكررة ويتم إقالتهم وطردهم لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أي شيء أمام الدبلوماسية المغربية وأمام المملكة المغربية الشريفة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم